قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عم بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع اكتر شاب بتكراه عشان تترقف العمل فترى يحبوا بعض ولا يفدر يتخنقوا ده لا نعرفوا بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ في الماضي مع يون اللي كان بناها غبية ومش بتعرف حدودها وفجأة يوهم بيطلع واللي بنعرف في ان بيكون زميلها اصلا وبيرح يرفع ان فوت لغة كورية اصلا وكل واحد غابي في الحصة اللي فوتها اساسا وبتكون تعبت من التعذيب ده وعشان كده قرر ان يساعدها ويريحها شوية اساسا وفجأة سون بيجي ويشبه في نفسها كده وبتكون شايفة انها غريبة جدا وبتعرف يوه في انها مش بنت خياتها الحقيقية علشان هي كانت عاشها في دار رعاية وده بيفرح يو انها مش قريبتها اوي كده فسون بتكون مع المعلمة وبتكون جات علشان هي كانت بيطارب من حصة قراءة اصلا وسون شايفة في انها ممكن تبقى كاتبة كويسة اساسا وده بيدحك المعلمة كتير وبتفضل تتجدل مع سون في ان يون ممكن تكون كاتبة حتى بعد وقت طويل علشان هم ازاي مش بيشجعوا الطلاب على حاجة اللي بيحبوها كده اصلا ويون بتشوف انها كويسة وبتدفع عنها جدا فبنجي الوقت الحالة مع يون ويون بتتقابل مع يو وبيعرف ان سون هي البنت اللي من زمان ومش عارف ازاي انها تبقى موظفة مكتبية عادي وبيشوف انها دس بتكتب اصلا وعاوز يعرف اعمالها بس بترتبخ خصوصا ان اللي بتكتبه مش مخصص الاطفال واللي الشركة عايز تعمله كده وبيفضل عاوز يشتغل معها وهي مش عارف ازاي تعبر عن الحاجات اللي بتكتبها اصلا ومن هنا بتتخيل كل الحاجات اللي بتكون بتكتبها واللي بتكون قصص خاصة لاشخاص البلاغين واللي بتفرحهم كتير وبيدخلهم كويسين وبيفضل عاوز يعرف نوع قصصها ده اصلا وفاجأة يوم بيبعث لرسالة وعاوزوا معها حاليا وده بيخليهم تشتموا على طول ولما بيجي يمشي بيدها رقمه عشان يبقى يخطط المقابلة من تاني وبتفرح جدا علشان يو بيشتغل في نفس الشركة مع سون وبتكار ناترن عليها ومش بتكون بترده اصلا والحال ان اوك بيكون بيفك كده ببسل في شعراء ده واللي بيكون بيقلمها او كده وبتخليه روح يستحمى عشان يبطل في الحمام وبتلاقي انه مش عارف تصرف اكن اول مرة يروح فندق وبتستغرب منه علشان او كان بيروح لنزل البياب بس مش لأي حاجة تانية وبتروح عايزها شركة كل حاجة بما انه بيدعي للتنوير ومهي بيفكرة وقت ما طلب منها البوسة وثن بتكون مش حابة ده يحصل خالص ويتشاويهم ورتبكين وبيفضل يحيهمهم الاثنين وعشان كده اوك بيكرر يبوسها من خدها بس ينغي المصور عاوز ان يبوسها ببوسها حقيقية وعشان كده بيكرر ان يعمل ده ولما بيكونها يعمل او ما بتكون جالة زهيمر من تاني وبتكرر انها توقف الحفلة هنا وتتمي بيها وثن بتعرفه في انه مكانش يعرف يعمل ده اصلا وعشان كده اوك بيروح ينيمها وبيعرفة في ان دي اول مرة في فندق بس مش اول مرة يعمل كده يعني ويركز فيها كتير وبيكرر يقرر عليها ولما بيعمل ده بيشوف انها مش متغمد هنا خالص وعشان كده بتمسكه وبتعرف ان اوامر معامل كده وعاوز يروح يرتب نفسه عشان يعدي مال التهناء ده بما انه كواس في العد ولما بيمشي بتاخد نفسها حرفيا خصوصا انها مكانتش يتمسك نفسها خالص اصلا وبتكون مبسطة كتير فبنروح ليو اللي بيكون بيكرر اروايات اللي شايفها معامه وبيكون مستغرب كتير عشان الحاجات دي مشهورة اصلا وشايف ان ازاي اشخاص يعملوا ده مخصوص اصلا وبيشوف اسم البطل والاسم يجون واللي بتكون زي الدرامات اللي بتحصل اصلا وبيفكر فان ازاي بيعمل كده وبيعرف ان التنمر ممكن يعمله واللي شافه محد من الموظفين وهو بيكرر اكصاص دي وعشان يسكتوا بيعرفوا انهم هي اللي كانت بتكراها اصلا وبيصدم هما الاثنين فبيعد الوقت وبيكون داخل المشفى من الصدمة دي خصوصا انه ما كانش بتقرر من اي بنت فكان القصص دي صعب عليه قوي كده ومش عارف وازاي مش حابي بالكاتبة دي وعشان كابتعصب علشان ام المفروض ما تكررش اي حاجة من روايات دي وبيقرر يستدم تعليقات الوحشة عشان يخليهم تبطل تكتب ده اصلا فبنروح اللسون وقوق وهو ما بيعدوا مالي الزواج ده وبتكون بتحسب كل حاجة وبتقرر تكمل رغم رغبتها في انها عايزة تنام وشايفة في انها مش بتصق فيه ومستغرب اصلا علشان يا زيها مش بتصق فيه وشايفة في انه غرب كتير اكد انه بيخب حاجة علشان من الشخص اللي في كندا ومن هي جدته ومش عايزة تجبره عل انه يقول اي حاجة علشان كل واحد له خصوصياته فبيعرفه في انه وقت ما كان صغير بنت جدته تجوزت وسافرت لكندا وبتكون مستغربة من المسمى وبتقول انه ده يامه اللي كان جميلة وبيعرفه في انه امني جدته انه يعيش معاها علشان لو كان راح لكندا محدش يعترف بيه ولما كبره بعد عانه شافته مجرد حفيد من بعيد عانه وخلاص وعشان كده بتقرب عليه وشايفة فانده وقت البوكا دايما خصوصا انه يفضل طفل طول ما دايما بيتكلم علامه وبتشكره انه شاركها كل ده وبيعرفها فانه مش يسرق منها اي مال وبتشوف الزكرة اللي من يجون وبتشوفه مرسلات ممودرتها عن انها زود الاسارة شوية علشان المبيعات تزداد شوية وبترح تقرأ تعليقاتها المملة واللي مش بترجع عليها بالمال وفاجأة بتشوف حاجة تصدمها كتير وبتكرت تاي في الكمبيوتر على طول وبتكون مصدومة جدا اصلا فبنروح لسون ويا بتحط المال في حسابها في المطار وبتكرت روح وتمشي وبتتكلم معها وخايفة على تخسر المال وبتعرفها في النقوك معها علشان ليه انت عاتي عشان تركب معها وبتروح تشوف ان اقوك مركز مع العيلة والطفل الصغير دوم عمه وبتحزن لما بتشوفه كده وبتكرت تروح له وبتعرفه فانها خلصت فلو عاوز يمشي ممكن يمشي حاليا وبتعرض عليه في ان يروح في شهر العسل بما انه هنا وبتقول انها مش تقضم عمه الوقت عشان هي مش مفضلة لها اصلا وبتخليه مستغرب كتير عشان هي حبت تفرحها بس وبتشوفه ان ممكن تكون جرحتها من زمان بما انها معرفتهاش فبتعرفه فانها عطول كانت بتتمي باشخاص تانية غيرها علشان هي تفضل بنتها ما ما حصل وبتكارت تدلو المال مقابل اللي عمله وانها تتمي بالقطة وبتدلو مال عشان لو عاوز يروح لكندا بس بينكر ده اصلا وبيمشي وفصلا بيكون ماشي بتعرفه فانه حاليا من اولوياتها ويروح يعز ما هو عايز واتقرب من جدته وبتخليه مستغرب عشان هي بتنديله بزوجها باستمرار وشايفه في النوم ده استعيله وده بيفرحه كتير وهي بتكون معبسوطة بي جدا فبتروح عشان تركب الطيارة عشان تروح تستمتع بشهر العسل وبتروح تشوف المال اللي كانت هتدلقك وبتلاقي فرسالة وبيعرفها بياني على جوازها وانها تستمتع بحياتها سواء ده كان زواج مزيف او حقيقي وبيروح يتمي بها ويا نايمة وبشوفه الخواتم خاصة بالزواج وعاوزت لقى ساعدتها في الزواج ده وبيتمنى لها كل حاجة كويسة من قلبه وبيفرحها وبيخلات يبكي وبتفرح بالرسالة والمال أصلا وبتقول ان المرة دي كانت أخرى مرة قبل تقوك فيها فبيعاد تلات شهور مع كل بدل التعليم مع تحتر الحفل خاص بوجيه بما انه فزبه ممسابها أصلا وبأصحابه بباركوله بس ثم بتيجي وبتكون هي اللي فازب بالجهزة الكبيرة وبيحيوه على عملها كويس ده وبتروح لوجيه وبتوجه وفي ايه شعوره وبياخد جاهزة بسرقة فكرتها وبتخلي مصدوم منها وبتمشي على طول فبنروح ليون اللي بتروح تمضي على مسلسل من كتابتها مع ممثلة ديتشو واللي بتعرفها في انهم يعملوا بداية كويسة وبيروح يمشوا سوا وبيوضع بعض على طول بس يوم بتروح تتكلم مع مدرتها وبتعرفها في انها رفض قضية على الشخص اللي قال لها تعليق وحش ومش هتوافع لأي مصالحة بينهم فبنروح لبارك اللي بروح يتضايق على هيون وجيونغي بتيجي ويوبيعرفها بالحفلة اللي هتبدأ وبتكارة تدخل في خناء ويوبيكون فرحان باللي بيحصل ده أصلا فبنيجي لوقتي توزيع الجواز مع انتزار سونو وجي وجيونغي فرحانين جدا فبارك بيكون بيتخانق معاه علشان القضية اللي جات عليه ومش عايز حد يقارب بيه أصلا وبيمشوا متضايق وبيتأسف لأمه وعاوزا يحل كل شيء بسرعة فيوبيجي جاري وبيعرف لين بالله حصل واللي بتقول ان هيون مش يهدر الحفلة وبيتصدم وقصنصن ووجيه بيفرح جدا فيوهم بتمشوا يا فرحانة انها تقضي الشخص ده أصلا وفجأة بتشوف تشو مع عيونغ حبيبي تشاوب تتصدم فبيخلصوا بعد الحفل وبياكلوا وجونغي بتفرح بها جدا وعايزة انها تتصل بجوزها ويهدر معاهم ويكون داعمها زي وجاي ولين كده وعشان كده بتعرفوا انه في كندا وبيحيصون قائدة الفريق وبيتكون مرتبكة فعلا فبتكون ماشية وبيتفكر في نداء أوك بس تلاقي في ان شخص ده مكانه بما انه استقال من المتجر واللي بيكون بطالة جيمل ده اللي من مسلسل عداء جميل وبيتكون مستنيها من أوك اي رسالة بما انه اختفى فجأة وبيتخليها في مكان السجاير وبيكون مبسطة اصلا انها بتجيب امراض وبيخيارها تختار اي مسلسل فبنروح لأوك اللي بيكون عند دمها اصلا وبيتم بيها فبيعدي اليوم على القطة اللي مبادلها مكان وسن بتروح تبدأ ايومها كويس وبتتم بيها وفجأة بيجي رسالة تشيه كل شوية وبتتكلم معاها على انها مش عارفة ان اوك اختفى فجأة ولا لا وتشيه عايزة تعرف اللي حصل بينهم وفجأة يوم بتجوية لابسة ملابس الموضة دي وبتكرر تسيبه وتمشي على طول فبنروح له يون اللي بيكون عاوز يروح له يون علشان يحل الموضوع ويوهان بيشجعه على داء وبيخليه تضرب على اسف وبيروح يسيبه على طول فبيروح لقسم الشرطة وبيخليه يكرا كل حاجة وكتابها والتعليق الوحش اللي كابه وده وسط متابعة يون لي ويمددق على طول فبيخلص وبيكلم يو ويوم بتكرر تروح تصوره وبتروح تيجري وتغبط فيه ولما بيعرف انه يون بتطلع تجري منه على طول فسون بتفكر في اوك وبتفكر في انه في كندا بقى وكده وفجأة فيه رقم بيرن عليها وبتكون يون وبتروح لها جارية اصلا وفجأة بتشوف يون ويوه بيحاول ما بينش هويته وبتروح تعرف نفسها لي وبروح يشجحها لعمل كويس وبيبسطه بس بتخلص وتروح ليون ويا خايفة متخفية وبتلومها على انها معرفتاش اي حاجة من دي وبتفكر في اللي يون عمله وبين انه شخص طبيعي فمش عارف العمل كده وسون بتهون عليها اصلا فبنروح لأوك اللي بيظهر وفجأة في شخص بيجيله وبيصدمه فبنروح لمؤسسة كل بالتعليم مع سون اللي بيكونه بيجدده المكان في حين انه يون بيفتكر وقت ما شاف يون ويو بيجيله وبيعرف انه يقبل صاحبته وكتيبة قصص اطفال وبيخلي يون مستغرب منه فسون بدروح تجيب اهوة لفريقها وبتنزل وهيون برضو بينزل وبيرح يقرب عليو وبيتصدم انه معيون وبيكون مش مصدق ده فسون بتجيب الاهوة اللي عايزاها وبيكون فيه موظفين جدد وفجأة بتشوف اوك موجودة وحضر مع الموظفين وجداد وبيصدمع وبيقرب عليها وبيعرفها في انها وحشته جدا وبيبصل بعض اوما الاثنين وده وهم مستغربين كتير والجزء بيخلص لنا فترى الا يحصل بين اوك وسون ده نعرف الجزء الجاي تابعونا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة تفعيل جهاز حلوين علشان نوصل لكم الجزء الجاي سلام